والآن مع أسئلة الحفاظ ومع المحدث المدرس بالحرم المكي الشيخ يحيى بن عبد العزيز اليحيى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعرف من أفسك أيها الحافظ اسمي جهاد ابن مطعم ابن عيسان مالكي جهاد ابن متعب ابن عيسان مالكي جهاد ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان حديث من أنس المالك سباب المسلم فسوق وقتاله كفر حديث ابن مسعود رضي الله عنه إن الله تابع الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أكثر ما كان الوحي يوم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث من أنس بن مالك إنه قد قشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها عبي هريرة أكمل إنه قد قشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها فاصرف وجهي عن النار فلا يزال يدعو الله فيقول لأن لك إن أعطيتك ذلك يتسألني غيره فيقول لا وعزتك لا أسألك غيره فيسلف وجهه وعلينا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال الله من يعود بك من عقوبتي والقبائل أنس بن مالك فتعاقبنا فيكم ملائكة بالليل والنهار من أدرك ركعة من الصلاة فقد أترك الصلاة أبي هريرة أو لكلكم ثوبان أبي هريرة أي مسجد نوضع في الأرض أولا أبي در لقنوا موتاكم لا إله إلا الله حديث من أبي سعيد عند من عند مسلم إنما الصيام جنة حديث من أبي هريرة عند الشيخين من أراد الحجة فليتعجل حديث من حديث أبي هريرة عند أبي داود عند من أبي داود السيد الله حديث عبد الله بن الشخين من صححه رجاله وثقات وقد صححه غير واحد المشتباه النسائي وجوده محمد كل خطبة ليس فيها يتشهر أبي هريرة عند أبي داود باب ما جاء في خطبة الحاجة عن ابن مسعود رضي الله عنه قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة الحاجة إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضمنا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج الوحي حديث من؟ كان يجد من التنزيل شدة حديث من؟ ابن عباس ابن عباس رقم كم؟ هذا الحديث الثالث بعد خمسمائة وألف في جنبنا الصحيح لمجلد الرابع طيب كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل القثاء بالرطب عبد الله بن جعفر عن الشيخين من صلى البردين دخل الجنة؟ أبي موسى الذي بعده؟ أبي ذر ألي بعده؟ أبي هرير ألي بعده؟ أنس أنس الذي بعده؟ مطلو الغني ظلم وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع حديث من؟ أبي هرير عند الشيخين الذي بعده؟ الذي بعده هذيفة ألحق الفرائضة بأهلها؟ ابن عباس عند الشيخين لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر مسلم؟ أسامى عند الشيخين إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض أكمل عن نبيه بكرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض سنة 12 شهرا منها أربعة حرم ثلاث متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجى أبو مضار الذي بيه